بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخذنا في الدرس الماضي المسائل الأربع العلم والعمل والدعوة والصبر بسم الله الرحمن الرحيم بغتين كالسوافتا بس ترت مصرين جلدو سوريا بيانغلق قول يلم عمل جنا داوت جنا سابر غلو نعم وأخذنا أقسام الصور الثلاثة على طاعة الله وعن معصية الله وعن أقدار الله جنا سابر دون يش ترون جا بيانغلق جنا سابر دون يش ترون جا بيانغلق الآن ندخل في القسم الثاني المسائل الثلاثة قبل أن نبدأ هذا المسائل الثلاثة نعرف التوحيد أنا قد يسألك شاعد يقول هل أنت موحد؟ بالمسائل الثلاثة نحن نعرف التوحيد تقول نعم أنا موحد هل أنت موحد؟ طيب ما هو التوحيد؟ هل أنت موحد؟ كيف أكون موحد مثلا؟ تقول لا أدري؟ لا أعرف التوحيد لازم تعرف التوحيد؟ حتى تعمل به وتدعو إليه؟ نعم التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماع والصفات تقول نعم هذا معنى للتوحيد أقسام ثلاثة يعني أن توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يُعبد الله توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء والصفات نثبت كل ما أثبت الله لنفسه أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم وننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثرت الخالق وننفي كل ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والأسماء والصفات لأن الله سبحانه وتعالى أن يفرد الله بالعبادة وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد كأين منك نبي أو والي أو جني أو صالح أو ملك نعم المسألة الثالثة البراءة من الشرك والأهلي لابد أن نحقق البراءة من الشرك والأهلي تبرأ من الشرك والأهلي بالقلب اعتقاد وفي الليسان تصرح باللسان تقول ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبد وما أنا من المشركين وفي الجوارح لا تشارك الكفاهم في عيادهم وإحتفالاتهم في طقوسهم نعم انقسم الناس في التعامل مع الكفار مع المشركين مع اليهود مع النصار مع المجوس إلى طرفين وواسط انقسم الناس في التعامل مع المشركين ومع الآن كله من نصارح الناس والعلم أنقسم يشارك الكفار في عيادهم وإحتفالاتهم وقسم أول حق بإذن الله الوسط لا نتعرض للكفار لا بالقتل ولا بالسب ولا بالشتم نفي لهم بالعهود لا نتعرض للكفار لا بالقتل ولا بالسب ولا بالشتم ولا بأخذ الأموال يعني نفي لهم بالعهود التي بيننا وبينها هذا عند الجوال نتعامل معهم في البيع والشراء ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى نتعامل معهم كما تعامل النبي سبحانه وتعالى مع الكفار الذين بعدهم نتعامل معهم كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار الذين بعدهم ونعرف هذي المشاهد الثلاث سوز سوز بيس تاوكيت المنكين يرونيس كريك جانا تاوكيت المنكين بلوكترين جانا وشون 3 ماسين سوز يرونيس كريك والله أعلم والله تلا جاكشا بيش نعم